معدن المغنيسيوم يدخل في أكثر من 600 تفاعل كيميائي حيوي في جسم الإنسان ومفعول هذه التفاعلات مهدئ ومرخي للجسم بشكل معاكس لمفعول الكالسيوم لذلك نجد أن علامات نقص المغنيسيوم مشابهة لارتفاع الكالسيوم مثل تشنج عضلة الساق والأرق قبل النوم والصداع النصفي وارتفاع الضغط واضطرابات القلب وتكون الحصوات وتنميل الأطراف ومرتبط بشكل مباشر مع داء السكري وهذه مجرد بعض الأمثلة لأعراض نقص المغنيسيوم والقائمة طويلة تعالوا معي بها الحلقة نتعرف على فوائد المغنيسيوم وبعض أنواع المكملات مع الجرعة المناسبة لكل حالة المغنيسيوم هو أحد السبع معادن الرئيسية الأكثر وفرة في جسم الإنسان ولكن أحدث الدراسات العلمية تؤكد أن الحمية البشرية في وقتنا الحالي تفتقر لحد 50% من جرعة المغنيسيوم الموصى بها في اليوم والمفترض أنها بحدود 360 إلى 420 ميلي جرام المصادر الطبيعية الأعلى بنسب المغنيسيوم هي الخضار الورقية وأهمها السبانخ والبذور والمكسرات وأهمها بدر اليقطين واللوز والكاجو حاول دائما تناول الخضار غير مطبوخة والأطعم الكاملة الغير معالجة لأن المغنيسيوم يفقد أثناء الطبخ ثانيا المكملات نعم يمكن تناول المغنيسيوم كمكمل أو كدواء لعلاج مجموعة من الحالات خلينا نتناول بعضها بالتفصيل رقم واحد مرض السكري المغنيسيوم يلعب دور مهم في دخول الجلوكوز للخلايا وله دور في أيضا الكربوهايدرات والإنسولين نقص المغنيسيوم مرتبط بشدة حساسية الإنسولين في السكري النوع الثاني والتلف التأكسدي لخلايا البنكرياس وارتفاع مستويات كل من مخزون السكر والكوليسترول والتراغليسرايد والدهون LDL إذا تناولت جرعة يومية 300 ميلي جرام من مغنيسيوم كلورايد أو 500 ميلي جرام مغنيسيوم أوكسايد سترى تحسن ملحوظ في مستويات سكر الدم خلال شهر واحد ثانيا القلب والأوعية الدموية وتشنج العضلات تستخدم عضلات الجسم المغنيسيوم لتوازن تبادل الكالسيوم في خلاياها وبالتالي حمايتها من التشنج وإذا تشنجت عضلات الأوعية الملساء تسبب ارتفاع الضغط واضطراب عضلة القلب إذا شعرت بتشنج عضلاتك باستمرار أو تعاني من عدم انتظار ضربات القلب وخذر بالأطراف وارتفاع الضغط فهذه علامات نقص المغنيسيوم تناول جرعة يومية 400 ميلي جرام من تورايد المغنيسيوم لعلاج هذه الأعراض ثالثا صحة العظام المغنيسيوم مسؤول عن كثافة العظام بشكل مباشر وغير مباشر لأنه ينظر مستويات الكالسيوم وفيتامين دال الحالات مثل هشاشة العظام وخاصة عند النساء بعد سن اليأس وقصر القامة عند الأطفال تستفيد من تناول 300 ميلي جرام من مغنيسيوم ستريت بالإضافة للكالسيوم والفوسفور وفيتامين دال رابعا الصداع النصفي نقص المغنيسيوم يؤثر على الناقلات العصبية ويحد من انقباض الأوعية الدموية وهي عوامل مرتبطة بالصداع النصفي تناول 600 ميلي جرام من مغنيسيوم ستريت للحد من أعراض هذه المشكلة رقم خمسة متلازمة ما قبل الحيل مكملات المغنيسيوم تساعد في تقليل التشنجات والانتفاخ وأعراض تقلب المزاج وألم الثدي عند النساء أثناء الدورة الشهرية تناول 350 ميلي جرام من مغنيسيوم غليسينات مع 200 ميلي جرام من فيتامين بي سيكس وأخيرا القلق والاكتئاب وصعوبة النوم المغنيسيوم مهدئ طبيعي للجسم ويدخل في نشاط الغدة النخامية والكضرية تناول جرعة 400 ميلي جرام من مغنيسيوم غليسينات قبل النوم لتهنأ براحة الليل تحذير تناول معدن المغنيسيوم بجرعة أعلى من 420 ميلي جرام في اليوم الواحد يسبب أعراض مثل التعب مع ضعف العضلات الغتيان والتقيؤ الإسهال وتشنجات الماعدة وصعوبة في التنفس واضطرابات القلب احذر من تناول جرعة أعلى من الموصوف سواء من المصادر الطبيعية أو المكملات أيضا استشر طبيبك قبل تناول مكملات المغنيسيوم في حال كنت تستهلك أحد هذه الأدوية لتجنب التفاعلات الدوائية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون ميد معكم الدكتور فارس وراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة